وزعت مؤسسة رعي مصر كراتين مواد غبائية ودواجن على الأسر الأولى بالرعية ضمن حملة سلسة آلاف كرتونة بشكل شهري لعدد من الأسر المستحقة داخل مركز بني مزار في شمال محافظة المنية يأتي ذلك في إطار دور التحالف الوطني لعمل الأهلي والتنموي لتوزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعية في إطار دور التحالف الوطني لتوزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية وزعت مؤسسة رعي مصر كراتين مواد غبائية ودواجن على الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة ثلاثة آلاف كرتونة بشكل شهري لعدد من الأسر المستحقة داخل مركز بني مزار في محافظة المنية نحن نشكر التحالف الوطني لأنه الذي يدعمنا وهو الذي يوجهنا على نحن كيف نخدم الأسر وكيف نوصل لكل الأسر الأولى بالرعاية نشكر التحالف الوطني لأنه دعمنا النهاردة تقريبا حوالي ثلاثة آلاف كرتونة للناس الأكثر احتياجا وبنوفر لهم المواد والسلعة التموينية هذا ويستهدف التوزيع الأسر الأولى بالرعاية البالغ عددها ثلاثة آلاف في مركز بني مزار بمحافظة المنية وسيتم توزيع هذه المساعدات بشكل شهري منتظم بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واستطاع التحالف الوطني توحيد كل الجهود التطوعية والأهلية والمدنية تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات يأتي ذلك ضمن توجيهات رئاسية بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني للعمل الأهلي وإيصال المساعدات إلى مستحقيها اشتركوا في القناة